أول حاجة رمضان مبارك سعيد نتمنى إن شاء الله شهر الكريم مبارك سعيد دخلكم الصحيحة والعافية والحنا ورحت للبال والسعادة الدائمة إن شاء الله المتابعين الزوينين واحد الاختراسي دي كنت بصافر في ترين وراكب حدايا واحد السيد وعنده واحد الخنشة كبيرة يوا داك السيد كل مرة كيخشي الدوف داك الخنشة وكيضور يوا أنا راسي بتاك يحرقني ما فهمت والو ما قفلت حتى لعبة ولا نسولو كنت لو أشريف أشنو عندك بذاك الخنشة والمرة كتشي الدك وكتدور ويقول لي أولدي هاد الخنشة را عندي عامرة بالفيران وهذا الفيران را بخص نشير صوت وإلا مشات هرصوا غادي يفكروا يتقبولي يا الخنشة وذاك الشي لاش كل مرة كنحركهم وهكا ولدي ديري حالتنا كل مرة كيحركونا بشي تفاهل قلت له باش من تقبوش الخنشة قل لي راه الفيران والدي اللي غايتقبول الخنشة وما إحنا ولدي الخنشة أعطينا هنم تقوبة باش طولين معاها كنرقعوها بالتفاهة باش ما نديروش أقنو ونفكرون نهضروا على الحق واحد الخطراسة دي الشي انا راسلا محايل انا رأى تابعي تابعاني شي حاجه تابعني انا واحد آجباتني واحد البنيتة فقدت لماذا هننظرش معها البنيتة هذه ونديرتاني وليداتي ونديرتانا داري ولكنه عجباتني غيم الله راها موجهة ما أشتاج وقلت نزرب شوية فالمشيه وومندير شي هو غير ماذاً تتخرج العرب بابا Дیا قلت تعلي اسمع التي ليس سناع لك وما تتحل야지 وبقى واحد يضرب من هنا و واحد يضرب من هنا ما خلوني شنقول راني ناوي غير معقول اواللهي ما انا شفار ضربتني الفيقة القتراسي في السبيطر ومعال قيل لي يرجلي كاملينو وطلتهاك وبنولي يا صحابي قالتين في الارض مستفين ويدخل عندي واحد طبيب وقال لي ونعمل أصدقاء مع من أم صاحب ونقول يلا نقدر نخرجها قلت له هادو الله ما جايين على حسابي قلت له هادو راه جايين على حسب الممرضات أنا اللي عارفو ونهار اللي بريتشي شويش نرادت الوالدة مسكينة شافت لي واحد بنت الناس وقالت لي غادي نزوج هالك اوه ديت لها خاطرها وتزوجت بيها وقلنا سيدي اللي فات مات اوامي انجلست معايا في الدار بديت كنمشي للخدبة كنجيب حليب حال الناس وحط نارا سيدي تنجي تلقى موي كات بكي مالك يا موي كات لي ياوليدي اذي كمرتك ما خلت ليش بالمعيور الشارفة الشقروفة العجوزة الخيبة يعطي كموصيفة ما خلت ليش ياوليدي ما خلات ليش بالسباب بقيت كنشوفت عييت عش غادي ندير مع اموي ازيد دكمرتي ودخلتها البيت وقلت لجي سمعين قوليك انا غادي نخبط في المخدة وانتي بدأ تغوتي بديت نخبطة اصيدي في المخدة وهي تتغوت ايوه وانا نخرج لعند اموي قلت لها انتي يا اموي بقيت على خاطرك انا شبعت فيها عصار اوه بردي لي خاطرك ويتقول لي ياوليدي الله يفرش لك الرضا الله يرضى عليك بردتي لي خاطري فيها ايوه في الصباح نتجري وخرجت كمراتي وديت على دارهم ورجعت بلا ما تسوق ممي الخبار ايوه سديت الباب ما كنت غادي للخدمة قلت لها شوفي يا اموي خليها في ذاك البيت اراني سد عليها وخليها بلا ما أكلها بلا شراب باش تربى مرة اخرى ما تعاوش تسبك ايوه ما مشيت للخدمة ورجعت عرقيت ممي كات بكي قلت لها مالكي يا اموي قلت لي غير سكت ياوليدي غير سكت امدي مشيت وهي خدمة كتسبو وتعرق فيها من الداخل وزيدها كتعطيني الصبابة من تحت الباب ماشي راس المحاين ورازيز ما قلت لكمش حتى السيدة اللي اللي قلت انني خاطبها وناوي معها المعقول وسنين هي تتهدر معايا ونهار اللي انني بغيت نخطبها قلت لي ياود دخس كتعطيني خمسات المليون يوا انا كان بغيها ومعا انا ناوي معاها المعقول وما عنديش خمسات المليون يوا انا باغي ندير معاها وليداتي ونطس اللي فت خمسات المليون وعطيتها لق وهي تحرك بيها وخلتني انا كوما تشعر وانا غايد اقول لي مره مره تنفيقوا ومره مره تنقول لي نغايد يا راس المحاين هاد او ماشي يا راس المحاين تحية لكم الناس زوين اخوتي العزاز حاولنا نبدلكم شي شوية النوكات بسي سيلا نتمنى ان شاء الله لاتنى الاعجاب ديركم بعد الحلقة وإلا اجبتكم الحلقة ندير معكم شي جيب شاكم وطير زوين بحالكم وإلا اجبكم الفيديو فتاجيو احنا مع الحباب والخوت فضلا وليس أمرا ورمط المبارك سعيد شكرا شكرا